حقيقة وصل الأمر تعدى احنا تحدثنا فيما مضى عن الأمن المائي يعني عن اطلاقات ما يردنا من اطلاقات من دول الجوار اليوم نتحدث عن أمن المياه اليوم نتحدث ألقينا نظرة الودع على الزراعة يا رب هي نعم لا غادرنا الخطة الصيفية والخزانات شبه فارغة لم يبقى إلا الثرثار ولا نعرف ما بعد الثرثار الذي لا يصلح للاستهلاك بل لا يصلح للزراعة يا إلهي نعم ومن الجزء الميت الذي تكلمنا عنه في وقت الزك اليوم حقيقة الأمر تعدى بدأ يهدد صحة الإنسان نتكلم عن أمن المياه نتكلم عن الملوثات نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة نتكلم عن الأمراض التي يسلو خلايا الدماغ نتكلم عن السرطانات نتكلم عن المجاعة القادمة يعني مثال بسيط لاحظ حتى سابقا يعني تلاحظ دول أوروبا فيما مضى بعض الدول العالمين نظر مثلا على العراق أنه كانت تبحث دائما عن الأمن الغذائي عن اللي تكون أرخص ثمنا بعض الأحيان يقول لك الإنتاج الداخلي مكلف أنا أذهب للإستيراد أستثمر خارج في مناطق تكون الكلف أقل حتى تستثمر كانت كارونا الدرس الأول إنه الإنتاج المحلي مهما بلغت كل فتور هو ضمان للأمن الغذائي هذا جانب الصدمة الآن الهزة الكبيرة الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة بعدما أوقفت روسيا الصادرات إذن العالم متجه إلى مجاعة والحرب حرب الغذاء طيب اليوم إحنا ما نتكلم عن إنتاج اليوم نتكلم عن مياه شرب مياه شرب لا تطال ذناء بالنهر بل بدأت تطال المدن اليوم الوسط والجنوب يتعرضون الأكبر كارثة إنسانية استهدفت صحة الإنسان هسا تجاوزنا الهجرة تجاوزنا النفوق تجاوزنا فقدان مصادر العيش أدري هذا الخطر هذا الخطر ما يحتاج أن نعلن حالة طوارع على مستوى إدارة أزمة مثل أزمة المياه البالعراق شو ما شوفاني الوزارة الاهتمامات الحكومة خارج قوس ليش إذا يطلع لي مسؤول ويسألونه وكأنما هو رجل دين ويقول لك ويقول لي إحنا أكو إذا انقطعت هذه إحنا ننتجه للدعاء في إحدى القنوات الفضائية هذا اللي يحل ملف المياه هذا اللي يعالج ملف المياه هذا اللي عندنا وحدات المعالجة هذا اللي يمنع التلوث هذا يعني إحنا خلنكون واقعيين إحنا في شنة داخليا وخارجيا إحنا أمام أزمة شنو حتى نروح للدكتور جاسمو أزمة شنو طوارئ مثل ما تكلمت أزمة طوارئ طوارئ نحن بطوارئ نعم طوارئ نحن بطوارئ 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 ن